اثنين اللعيبة كل واحد يحلها لسبب في النادي الاهلي ومرسل كولار هيعتمد عليهم فيما بعد التوقف اثنين اللعيبة اللعيبة الاولاني هو اشرف داري ليه اشرف داري احنا قلنا هنا ان اشرف داري ومش محمد عبد منام ولكن اشرف داري هو مش عسد إبراهيم اشرف داري عنده كرة وبيعرف يطلع من المواقف وبيعرف يطلع تحت الضغط وبيضربش لخمة لما بيطلع يضغط عليهم اثنين وبيدوس على الكرة ويعدي ويروح ويعمل باس صحيح بساطة ولاية صحيحة بساطة في الرجل سليمة دقة التمرينات عند اشرف تحت الضغط افضل بكتير من الناس الابراهيم في داري العبي الاولاني تعال اوريك اشرف تحت الضغط مع منتخب المغرب او مع الوداد بص يا كريم يلا ماشي الفيديو او رجل استلم ما عندوش اي ازمة يستلم ويرقص وتحط تحت طغط بص هنا طالع بالكرة وهو مراسق للخط اللي دايما بيقامونه في الزيادة ما عندوش مشكلة يحط كرة تحت رجل ما عندوش مشكلة يحط كرة تحت رجل ما عندوش مشكلة ان هو يلف ويحتفظ بالكرة وعنده ثقة كبيرة جدا جدا هو ياخد الكرة ويطلع ويعدي واحد على واحد ويعمل بص دقيقة ويودي الرجل انفراض في الكرة اللي هتيجي دلوقتي دي يحط كرة دقيقة طولية دي اللي بيفتقد ياسر برين كمل كمان روح فانت بتتكلم على لعيب عنده قدرات مختلفة عن ياسر فتضطر تروح للحلقة الأضعب في تفاعي الأهل اللعيب التاني مين؟ عمر الساعي عمر الساعي الحلقة اللي انت متقدها بسبب انخفاض مستوى أمام عارف ان حمود هيتكلم على أمام بعد شوية انخفاض مستوى أمام اللي مش من ورات السوبر اللي بقاله فترة انخفاض مستوى أمام انت عايز تروح للعيب يحللك دي سواء يلعب جنبه أو يلعب مكانه اللعيب اللي بيعرف ينزل يشتغل تحت وخلينا اقولك رقم مميز جدا لعمر الساعي عمر الساعي قبل ما نروح للقاطات دي عمر الساعي عامل السنة اللي فاتت 148 فوز بالتحام ثنائي هو اللعيب التامن في الدوري رغم ان هو اللعيب يلعب في الجزء الهجومي فهو حتى على صعيد الحاجات اللي بيطلبها كولر للتحامات الثنائية والضغط هو قوي جدا اللعيب التامن في الدوري يتفوق عليم للأهل رامي ربيعة فقط على كل المهاجمين والمدفعين اتنين النقطة المهمة جدا اللعيب اللي بيضغط دايما بطريقة مارس الكولر ده العنصر التاني اللي بتلوه مارس الكولر في لعيب مركز تمانية تلاتة اللعيب اللي عنده القدرة انه يخرج بالكرة تحت الضغط من وسط الملعب وينزل وياخده الكرة ويشغلك ده اللي الاهل افتقدوا حلقة الواصل اللي ما بين خط الدفاع او لعيب مركز ستة مروان والخط الامامر الاربعة او الخمسة اللي بيقدام لازم عندك لعيب كرته مختلفة لعيب بيعرف اشتغل على الجناح بشكل كويس لعيب بيعرف اشتغل في وسط الملعب تمريراته الطولية دقيقة جدا عنده متوسط ممتاز في ارسال الكراط الطولية الدقيقة زي اللي بنشوفها دلوقتي دي عنده تلاتة فاصل تلاتة في المباراة يعني بيعمل من تلات لاربع كراط في كل مباراة تمرير طولية دقيقة في مساحة في نصف ملعب المهاجم فمتتكلم على لعيب يحللك 70-80% من المشكلة فالحل بسيط المشكلة واضحة الناس يقولك ما الاهلي عنده مشاكل تانية لا دي لو اتحلت كل حاجة اتحلت لانك ربطت الخطوط كلها ببعض فهرجع ايدي اللي انا قلتو في الاول اتدوم نقفكتا وتأثير اتدومنا حلقة واحدة وقعت رح يتمقع على الخط كله بتاع الاهلي في مباراة الزي مالك عشان ده ما يتكررش قلنا ما يتكررش ازاي